عصام يسأل عن أرباح حسابات للدخار في البنوك كل نهاية سنة تنزل أرباح حسب مبلغ التوفير الموجود حركة الحساب ما حكمها إذا كأل الربا كان إلى عهد قريب ممنوعا بالقانون وما كانت البنوك تشترط نسبة معلومة من رأس المال بأنها ستدفعها لك يعني ما كان يقال لك بأنك سنعطيك عشر بالمئة أو عشرين ولا ثمانية ولا خمسة ولا واحد بالمئة أبدا وإنما يقولون لك بأن الربح الذي يعني يكون سيكون لك منه كذا اشترطون نسبة من الربح لا نسبة من رأس المال أما الآن مع حكومة قحط هذه التي جاءت بالقحط وبالجوع والمسغبة والضيق في معايش الناس فيراد للربا أن يعود كما كان نسأل الله العافية فلذلك نقول بأن هؤلاء بأن البنوك الآن ينبغي للناس أن يتريثوا قبل أن يضعوا فيها حساب استثمار ترجمة نانسي قنقر